خلط لأوراق الحرب في الجنوب هذا ما يفعله التحالف السعودي الإماراتي تحذير صريح إلى التحالف موجه من الهيئة الشعبية بشبوة التي اتهمت التحالف بتغطية فشله في هزيمة مشروع ميليشيا الحوثي بتفجير حرب بالجنوب المنتصر فيها خسران الهيئة الشعبية التي وصفت المواجهات الأخيرة بالعبثية وجهت تحذيرا للتحالف من الاستمرار بالزج بأبناء المحافظات الجنوبية في صراعات غير محسوبة العواقب وطالبت الهيئة السعودية والإمارات بالتوجه إن كانوا صادقين نحو إعمار ما دمرته الحرب في المناطق المحررة بدل الدعم ميليشيا خارج إطار الدولة بيان هيئة شبوة كان واضحا في موقفه من الأحداث في الجنوب فاستخدام القوة العسكرية من قبل المجلس الانتقالي لتحقيق المطالب أمر مدان ويعمق الجراحات الماضي ويساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي ودع البيان إلى استيعاب شباب النخبة الشبوانية ضمن قوام المنطقة العسكرية وفي الوقت الذي أكدت هيئة شبوة رفضها لجر المحافظة إلى مربع العنف والاقتتال أكدت في الوقت ذاته على همية الوقوف مع الدولة حتى ولو كانت هشة فالدولة تبقى خيارا مقبولا ومظلة للجميع وبدونها تنتشر الفوضى ويدفع المواطن الثمن ليس هذا أول بيان يصدر من قوى اجتماعية وشعبية في المناطق الجنوبية فقد سبق وانحذرت قبائل أبيان الإمارات من الاستمرار في جرائمها وعلنت النفير الشعبي العام مساندة للحكومة لكن ما يميز بيان الهيات الشعبية اتخاذها ولأول مرة موقفا شعبيا من السعودية والإمارات معا وهو ما يضع التحالف وخصوصا السعودية أمام غضب شعبي متنام بسرعة بدى في المهرة وامتد إلى شبوة وربما تصل جذوته إلى عموم اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر